كلمة في اللغة المصرية الأديمة معناها سفينة وهو المخصص حتى مركب. بير بمعنى سفينة في اللغة المصرية الأديمة وردت بالمعنى ده وبالكتابة دي. في الفيرتبو هو خدر يجيبشي شبراخه تقريبا الجزء الاول ربمائة سبتة وستين حسب ما شايفا زي بمراجعة أخرى. بير بمعنى سفينة في اللغة المصرية الأديمة غالبا كانت هي أصل بارس في اليوناني اللي معناها سفينة. طبعا الاس في اليوناني كتير ايوه تبقى سافيكس وعندي كلمات اوروبية باركا في الايطالي باركو في الاسباني بوكة في الاسباني بارك في فرانساوي بارج في الانجليزي وطبعا بالابدال نوصل لنابة في الاسباني نابة في الايطالي ونابر في الفرانساوي